نروح للزمالك فيه تخوف داخل مجلس إدارة نادي الزمالك اللي أنا كنت لست بقول لك عليه من شوية من فكرة تعرض الحكام للضغط في الأزمة الأخيرة هم خايفين إن الحكام يتضغط عليهم يكون اللي بيحصل للضغط على الحكام عشان يحتسبوا قرارات ضد نادي الزمالك ده اللي كنت لست بقول لك في الأول الزمالك هيحسه على ناحيته لا لا هيحسه على ناحيته في المنافسة يعني أحد أعضاء معجزة دارة نادي الزمالك اقترح إن النادي يعمل بيان رسمي قبل مطش سموحة عشان يقول إن فيه تخوف من ترهيب الحكام قبل مواجهة الفريق أمام السموحة وقبل باقي المباراة الدولة كابتر حسين لبيب رفض هذا الاقتراح وقال بلاش نستبق الأحداث ونسيب الأمور نشوف أخيرها تصرف حكيم من الكابتر حسين لبيب مش وقته نزود الأزمة أزمات يعني نهدى شوي نهدى كلنا جماعة شوي نهدى كلنا نهدى شوي اللي يقدر يهدى يهدى يعني طيب